أشعر بأسف شديد على الخسارة الكبيرة التي يعاني منها الصحفي وائل الدهدوح أنا أب ولا يمكن أن أتخيل الفضاع التي واجهها الدهدوح ليس مرة واحدة بل مرتين هذه مأساة حقيقية وهذا ينطبق أيضا على الكثير من الفلسطينيين النساء والأطفال المدنيين والصحفيين وغيرهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة